ونجب فيه إلى تلاوة القرآن وجعله يمره من أصباب الكبران من الملك الرئيب الرحمن نحمده على نعمة الإسلام نحمده على نعمة الإسلام والإيمان ونسأله المزيد من فضله فهو الحنان المنان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الديان ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أهدوه ورسوله المرسل إلى جميع الأنام والمسلم إلى أن كان قابط وسين عدناء الذي لازم في ليالين القيام فصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله السادة الأعلام وأصحابه البررة الكرام صلاةً توجب لكم المزيد الفضل والإنآر أما بعد فيا عباد الله فرصكم ونفسي بتقوى الله العزيم وملازمة الوقوف بباب مولانا الرعوب الرحيم فإن الله بأيام دهل نفخات نفعات ينال منها من أدام الوقوف بباب مولاه وعلموا أنه كان دهل العشر الأباخل من رمضان فعليكم بالجد والاستهاد وتعمير أوقاتكم بعنواع القرب فعما قريب ينصرخ رمضان ويندم المقصر وما يدري المرء لعل هذا آخر رمضان ولعل وما يدري المرء لعل هذا آخر رمضان يشهده فتوه إلى الله وجده في الإنابة إليه وألموا أن السوم العقيقي يتدلب منا حفز الجواري الستة قبض البصري عن الاجتماع عن الاجتساع في النظر وصون السمي عن الإسجاء إلى مهرم أو الاستماع إلى أهل الأباطيل والقعود ماهر وحفز اللسان أن الحمض بما لا يعني مما إن كتب عنه كان عليه وإنه بزله لم يقله ومراعاة الكلب بقطع الخواطر والأبكار وكف اليد عن البطش إلى مهرم من مقصب أو بايشك وأبس الرجل أن السعي فيما لم يمر به ولم يندم إليه ولم يندم إليه فمن صام بجميع جواريه فهو السائم الحقيقي والمسلم مطلوب منه أن يعفز جواريه فلا يفعل بشيء منها إلا ما عمره الله ببيله وذلك في جميع الأوقات ومن فعل بشيء منها قيل ما يحب الله فقد ضيع وديعة الله إنها فهذا الجواريه وديعة من الله إليه يجب عليك أيها الأب أن تهم زهار وإلى هذا أشار صاحب الرسالة الألامة أبو محمد أبد الله بن عبي زين الخير وانير نمو الله بقوله أولها أعاننا الله وعياكم على رعاية وجائئه جعلنا الله وعياكم من المنتقين الذين يصلون ما عمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخابون سوء الهصاب هذا صدر وسلم على سيدنا رسول الله الحمد لله الحمد لله أما بعد فيا إباد الله إن علينا أن نستيكز ونعلم ليوم يجعل الولدان شبا السماء منبطر به هذا وعده منقول والننظر في جميع نهزات آياتنا ما قدمناه لقجل فأمامنا أو فأعمامنا يوم سقيل وعي سقيل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ألا فجدت يا عباد الله واضغزوا هزكم من هذه الهياء فقد أعطانا الله فرصة لإمارة آخرتنا التي فيها بقاؤنا ولنجتمل هذه الفرصة قبل أن تبوت لا سيما في هذه الأيام والليالي ولنأتنج في إخراج زكاة بطرنا وإنطالها لمستهكيها قبل قروجنا إلى الهيدي فأمر من أخرها إلى ما بعد العين فإنما هي صدقة الآجياء ومن أخرجها قبل بضوه إلى العين فذلك من أزيب أجرها الكامل ثم عليكم بالبضوه إلى المسلى لسلاة الإير والاستسماع للخطبة وكسرة التصميم والتحليل والتحميل حتى يخرج الإمام ويقيم الصلاة ويعجل خطبة وتبقوا مع أخوالك المسلمين فإن الله تبارك وتعالى لا يرد هذا الدعاء جعل لله وإياكم ممن تقبل منه سيامه وقيامه وغفر لنا ولعابائنا وأعلمائنا وجميع أمة الإسلام إباد الله إباد الله إسمه وغو إسمه يا أهباب رسول الله إننا اليوم إننا والله في مصيبة غزمى والله نحن في ورطة من أمر ديننا لماذا؟ لما يحدث في هذه الأيام ما الذي يحدث في هذه الأيام فكلنا يعلم ويعرف ماذا يحدث أولاً في بوته ثم بعد ذلك تسربنا العمر إلى كنو فقد وجد شرزمة أو فعة من بعض الطواعف الطاقية يستحزعون برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الدفاع عن التوهيد نعم إن التوهيد واجب ولازم على كل مؤمن أن يعتقد عقيدة التوهيد الصحيحة التي جاء عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يعني ذلك استئزاء اتجاه جناب رسول الله لأن هذا كل من تعرض بالاستئزاء أو التنقص تجاه الجناب المحمدين فإنما تعرض للكفر والسندقاء ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى أزم شعن محمد كرمه ومجده أكرمه وفضله بين الخلائق وعمرنا الله سبحانه وتعالى بالعجب والتعد بمأه فقال تبارك وتعالى في محكم كتابه وتعزروه وتوقروه وتصفئوه أكرة معصلا ثم إن الله تبارك وتعالى وعد الوعيد لمن تعرض لذاك الجناب الطاهر فقال في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لاعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعجلهم أزابا مدينة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه في زمنه أي في أيامه مع صحابه أمارك تتل بعض من تعرض لإرطه أو استهزاء بجنابه وقد ورضت الأحاديث بذلك سنبا إن ابن تيمية الحران كتب كتابا جفاءا أنتناب المحمدين يقول ابن تيمية الحران فأجمع الأولماء من كل الطواعب ألا أن الاستهزاء برسول الله أو تنقص مرتبته أو الاستهزاء تجاه جنابه أمر يتعرض للكفر والزدقاء فإن لله وإن إليه الرجل ونهل باسمنا أحباب رسول الله نلفت عن دار الهقومة إلى هؤلاء الزنادكة والكفر لما يتعرضون لإرض رسول الله عليكم به عليكم به قبل أن تموج الثورة التي لا قبل لكم بها والله العظيم فإرض رسول الله أكبر من كل إرض فجنابه أكبر من كل جنابه اللهم أكبر من كل جنابه أكبر من كل جنابه وإرضنا وأنفسنا وأنفسنا في جانتك يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وصدنا ستيما كصيرا الحمد لله الحمد لله يوه نعود يأكا الله جبارك وطعالا وأنه يفعلنا جاوة أي وأنه قزمنا رمضان يوه يمتعود إلى سبيل لكم وأنفسنا في جانتك وأكبر من كل جنابه ستصع رسول الله وتصع رسول الله وإلى آله ومتعود إلى سيدنا ربما ومتعود إلى سيدنا رسول الله الله تعالى المترجم للقناة 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 هي صلى الله عليه الحجم طويلة على البته وكأن تصمي خريطان تحتين خريطان الانتو كوانيان كي اتنسى سو دعاعني سنتاني الرغم زامساكين واتجمعة واتجير وانا انتظهوشش جمعة كالشهر جزايا اوانا الشهي كالعزم ويكو قريبا بننجيرك المكة كان الزادج اللحظة كالما ذاك اصاب كادني كان الله سوالا وطعالي صلنا من يلسى قريبا هاي اتو قريبا يمش قتكنوا ينام خالي كادي مهدان سالما ايو قد المترجم للقناة 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 سيجيه كايني جميعا احياني حتى احياني بخير احياني كيف يجيه كذلك محمد يزو كذلك سيجيه احياني ماهو احياني سيجيه سيجيه اللهم يجيه اشتركوا في القناة 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 كيف هي حقوق الإسلام؟ سنى مئزان على مقام رسول الله سنى مائزان على مقام سيد العنا مريم يقول ان امر لك فقد أفعل أن يتديهم سيكونوا لن يواجه لك الحب أو لإعجاب ناعدك موحمد لكن يقول لا يقرأ كيف هي حقوق الإسلام التي تسمت الله فالرحالة في فالتجاني في فالتجاني ونعفت فالنبي ونعفت فالنبي لا يمكن أن يكون امانا ونعفت ونعفت فالنبي فالنبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رسول الله رسول الله رسول الله إذا كان فصلاً يترجى إنه يصلك فهي محكمة الشعر والديد لإبحاث الديد أودماء، يترجى منه ترجمة، ترجمة 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 أمان تترجمة الحمد على سواق المتحدة والله ينبغي نعم الضهر كما تصبح أصحابي من المال والسلام فلن ينبغي الله والله ينبغي الله لحظة تطبيق كل لائنا تفضل وتعالي تطبيق كل لائنا تصدر تطبيق كل أغلبة تطبيقات لأستمرن الورسل اللحي تطبيق النصف على هذا الناس دورنا بظل فألينا فصلنا تحسن الله في اشتركنا يريد الحكومة دفعنا حتى في الدنيا و بالأسرة الله ié حبكنا عزائنا و نظيفنا كنتم على القرآن اللهم صل على سلام محمد سلاة تلجينا بها من جميع حوال الافات وتقدلنا بها جميع حاجة وتذكرنا بها من جميع صيح وترفونا بها عندك على الدرجة وتبلغنا لآتصى الغاية من جميع الخيرات في الهيات وعلى الممات إباد الله إن الله يمر برادة وإكسان عفايا القربة وإن حدف حشايا المنكر والبغي ينزل قلعنا من تذكر ومن يسمعات الحمد